دلوقتي هنشوف موديفاير ماش سموس و تيربو سموس عندنا الشكل كده وهنعمل M ماش سموس هيبقى الشكل سموس كده تعالوا نشوف البرامترز بتاعته اول حاجة اتريشن وده بيزود السموس بتاعت الجيوماتري لانه بيزود segments حدبان لما نشير الـ check من هنا من isoline display اهي طبعا كده الفايل بيتقل مننا فخلينا نقلل ونخليها واحد كفاية وهنا من اسمها smoothness بيزود النعمة من زيرو لواحد كده تمام هنا بصوا انا ممكن لو عايز السموس تالتة بس مش عايز اتقل الفايل وانشغال نخليها هنا واحد ونخلي دي هي اللي تالتة هيبان في الرندر انه smooth على تالتة ولكنه في الفايل هيكون على واحد وهنا برضو نفس الكلام لسموس ايه بقى local control دي عندنا حاكتين هنا الـ vertex وهنا الـ edge لو اخترنا vertex واخترنا مثلا النقط دي كده هنا الـ view دي اصلا الـ vertex بتاعت الـ geometry تمام الـ vertex دي لو اخدناها كده بس احنا مش عايزين نعمل selectة على الجزء اللي تحت ده حنعمل ignore back facing ونختار تاني كده هيختار الجزء اللي فوق بس ممكن اننا نحرك دول تمام لو خلينا control level 1 مثلا هتبقى دي النقط بعد الـ smooth لو خلينا دي اتنين دي كمان ممكن انها تزيد لاتنين عشان تتحكم في النقط التانية وهكذا بقى تلاتة اربعة عادي وبرضو ممكن اننا نختار دول ونحركهم كده تمام لو اختارنا نقطة كده وقللنا الـ weight ده كده هنلاقيه بيغير في الـ smooth عند النقطة دي او بيقلل الشد او بيزوده على حسب احنا بنزود ولا بنقلل تمام showcase بيظهر outline الشكل الاساسي هنا نفس الكلام لو اتحكمنا في الـ edge نقدر اننا نحركها كده لو اختارنا الـ edges دي وزودنا الـ crease دي بصوا هنلاقيه بيقلل الـ smooth عند المنطقة دي او عند الـ edges دي هيبقى شكله كده خلينا نرجعها zero ده كده المش smooth زيه بالضبط التيربو smooth لو اخدنا ده copy ومسحنا الموديفاير وعملنا تيربو smooth نفس الكلام زيه بعض بالضبط بس ده هتلاقي التحكم فيه اقل من التاني لان الـ parameters اقل ده كده المش smooth والتيربو smooth حاجة كمان لو رجعنا هنا عند edit body وشفنا جزء اسمه هنا تحت smoothing group لو حددنا مثلا الجزء ده ودينا له رقم مثلا ده 25 ورجعنا للـ smooth وفعلنا دي هيعمل فصل للـ smooth الجزء ده عن الجزء ده هنا كده احنا نشرح جزء edit body ده بس الجزء ده خاص بالـ smoothing فكان لازم نشرحه مع مش smooth و تيربو smooth اشتركوا في الـ